ما زلنا نتناول قيود التسويات التي تتم في نهاية العام بغرض تحديد نتيجة النشاط والمركز المالي ونتناول الآن العنصر أو النوع الثالث من هذه التسويات وهو الإرادات المقدمة Un-Earned Revenues الإرادات المقدمة تعني أن المنشأة حصلت على إرادة خلال العام الحالي يزيد عن المبلغ الذي يخص السنة وذلك نظير أعمال أو خدمات أو سلع سوف تقدمها أو خدمات سوف تقدمها في المستقبل إذن الإرادة المقدمة يعني الزيادة في الإرادات المحصلة فعلا أو الإرادات الفعلية عن الإرادات التي تخص السنة يعني إذا كان المفروض نحصل خلال السنة 12 ألف وإحنا حصلنا 15 ألف إذن يوجد 3000 زيادة تمثل إرادات مقدمة وحيث أن هذه الإرادات تم تحصلها عن سلع سوف تقدم أو خدمات سوف تقدم في المستقبل وهي لم تقدم بعد فهي تمثل حقوق للغير على المنشأة وحيث أن الحقوق للغير على المنشأة تمثل خصوم فإنها تظهر في الميزانية ضمن الخصوم المتدولة إذن الإرادات المقدمة هي مبالغ محصلة زيادة عن ما يخص السنة وهي تمثل خصوم على المنشأة تظهر ضمن الخصوم المتدولة في الميزانية نأخذ على ذلك مثال صفحة 132 قامت منشأة عبدالله للدعاية والإعلان بتأجير جزء من مبنائها للغير مقابل إيجار شهري قدره 2000 ريال إذن هذا الإيجار بالنسبة لمنشأة عبدالله يمثل إيراد يسمى إيراد إيجار أو إيراد إيجارات ولكنها قبضت يوم 11 في نهاية السنة كده يوم 11-22 قبضت إيجار 6 أشهر مقدما حيث حصلت على مبلغ قدره 12 ألف ريال نقدا نلاحظ أن هذه العملية تخص عامين العام الأول هو عام 1422 هجرية وهو العام المقصود وتخص عام آخر يليه وهو عام 1423 مبلغ الإيجار المحصل حصي ليوم 11 وهو يخص 6 أشهر أي أنه مستمر حتى يوم 33 في السنة التالية إذن هذا المبلغ منه ما يخص سنة 22 ما يعادل مبلغ ثلاثة شهور وأيضا هناك مبلغ يعادل ثلاثة شهور يخص العام التالي وهو عام 1423 نحن نقوم بتحديد النتيجة والمركز المالي في نهاية سنة 22 يعني يوم 30-12 في هذا اليوم نريد تحديد الإيراد الذي يخص عام 1422 هنجد أنه يمثل ثلاثة أشهر فقط ثلاثة في اتنين يعني بستة ألاف ريال هذا المبلغ هو الإيراد الذي يخص عام 22 وهو الذي يظهر في قائمة الداخل أو حساب الأرباح والخسائر في نفس هذا التاريخ اللي هو يوم 30-12 سنجد أنه هناك إيراد محصل مقدما قدره أيضا ستة ألاف يمثل إيراد محصل مقدما لأن خدمة الإيجار نفسها لم تقدم بعد وبالتالي فإن هذا المبلغ يعتبر خصم على المنشأة ويظهر ضمن الميزانية تحت جزء أو قسم الخصوم المتدولة إذن نحن في هذه العملية حصلنا مبلغ في سنة 22 يزيد عن ما يخص هذه السنة نحدد فقط ما يخص السنة وهو الذي يعتبر إيراد ويظهر ضمن حساب الأرباح والخسائر أما الباقي فهو يمثل خصم على المنشأة يمثل إيراد محصل مقدما يظهر ضمن الميزانية نعيد ذلك مرة ثانية فنلاحظ أن هذا المبلغ يخص سنتين الإيراد المحصل عن ستة شهور منها ثلاثة شهور تخص عام 22 وثلاثة شهور أخرى تخص العام التالي 1423 معنى ذلك أن عام 1422 استفاد عن مدة ثلاثة شهور وبالتالي ثلاثة شهور في ألفين ريال بستة آلاف هي التي تمثل الإيراد أما عام 23 فاستفاد عن مدة ثلاثة شهور أيضا أي بنفس المبلغ ستة آلاف ولكن الستة آلاف في هذه الحالة تمثل إيراد محصل مقدما الإيراد بطبيعته سوف يظهر في حساب الأرباح والخسائر أما الإيراد المحصل مقدما فهو يمثل خصم ويظهر في الميزانية ضمن الأصول المتدولة نتساءل الآن عن كيفية معالجة الإيرادات المقدمة فالإجابة هنا متشبهة لنفس الأسلوب الذي علجت به المصرفات المقدمة حيث أنه توجد طريقتين لمعالجة الإيرادات المقدمة تعتمد هاتين الطريقتين على طريقة إثبات الإيراد عند تحصيله فهل سوف يتم إثباته على أنه إيراد أم سوف يتم إثباته على أنه خصم إذن يوجد لدينا طريقتين الطريقة الأولى تعالج المبلغ المحصل عند تحصيله على أنه خصم أو تعالجه على أنه إيراد وبناء عليه إذا كان عولج على أنه خصم فيكون المطلوب تحديد الإيراد الذي يخص السنة أو يخص الفترة أما إذا كان عولج على أنه إيراد فيكون مطلوب تحديد الجزء الذي لم تستفد منه الفترة بعد وهو الذي يمثل الخصم الذي يظهر في الميزانية وسوف نعالج تلك الطريقتين من خلال المحاضرتين القادمتين إن شاء الله